اشتركوا في القناة اليوم موضوع دينا متابعين الكرام متابعتين الكريمات موضوع مهم بزاف العنوان دي لهذا الموضوع هو الوعد بالبيع والتعويضاته وفسخه يعني التعويضات دي الوعد للبيع وطريقة فسخ وعد البيع بالبيع هذا الموضوع جيد مهم متتبعي ومحبي قناة الوكالة العقلية يسير موضوع دي الوعد بالبيع او كمبرامي دوفانت اولا وعد بالبيع شنو هو التعريف دياله يعني خاصنا نعرفوه شنو هو هاد الوعد بالبيع لانك هين الناس لمازال ما عرفاش هاد الوعد بالبيع الوعد بالبيع متتبعي قناة الوكالة العقلية يسير هو عقد من خلاله في التزام دي الطرفين الطرف اللول اللي هو البائع كيلتازم انه يبيع واحد العقار وكذلك الطرف الثاني اللي هو المشتري اللي كيلتازم انه يشري ذلك العقار اذا هاد الوعد بالبيع فيه فيه التزام ديال الطرفين مع العلم انه كين واحد النوع ديال وعد البيع اللي فيه التزام طرف واحد هدا ما غايتش نتحدو عليه في هاد الموضوع هنتحدوه الى الوعد البيع اللي فيه التزام دي الطرفين اللي هم البائع والمشتري كما قلنا البائع كيلتازم في الوعد بالبيع بانه غايبيع هاد العقار والمشتري كيلتازم انه يشتري هاد العقار. وبطبعة الحال هاد العقد دي الوعد بالبيع كيتم تحير ديالو عد النطار الموتق كما قلوه باللغة العربية او النطار بالدريجة اينا. اذا متتبعي ومحبي قناة الوكلة العقلية تسير فهاد الالتزام ديال وعد بالبيع كيكون دائما فيه واحد العواميل الاساسية. العام اللي اقول هو التمن يعني هالطرفين البائع والشاري كيتافقوا في هاد الوعد بالبيع على التمن ضروري تحديد التمن المتفق عليه من طرف البائع والمشتري اللي كيدونوا المواتق في وعد بالبيع. وهذا التمن كيتعتبر من العناصر الاساسية في الوعد بالبيع. وتتبعينا. بالنسبة للعامل التاني اللي هو مهم كذلك في في الوعد بالبيع وهو الاجل. او المدة المعينة ديال الوعد بالبيع. يعني الاجل كما نقولو الوديلي ديال الوعد بالبيع. هاد الوديلي كيكون تضروري يكون محدد في وعد بالبيع. يعني اما شهرين اما تلتشهور اما ستشهور. مع العلم انه اه ما كينش قانون كي يعني يحدد المدة ديال الوعد بالبيع. بالنسبة لهاد المعاملات ديال اه وعد بالبيع تقريبا تسعين في المية. من المعاملات يعني عند حسب الاحصائيات ف عند المؤتقين تقريبا تسعين في المية ديال المعاملات ديال الوعد بالبايع. ولكن معلومة مهمة وهي انه لا يوجد نص قانوني خاص بالوعد بالبيع. يعني ما كانش نص قانوني خاص بالوعد بالبيع. فقط كان المقتضيات المنصوص عليها في القانون دي الاتزامات والعقود اللي كتنظم عملية العملية التعاقدية بشكل عام. يعني خاص تحرير دي الوعد بالبيع خاص يكون فيه الدقة وعد الحرفية وفيه وخص كذلك فيه التحرير يعبر على الإراضة ديال أن الشاري بغي يشري والبائع بغي يبيع العقار بالنسبة للسؤال اللي كي يطرحوا بزاف الناس كي يطرحوا أو المتتبعين كيقولوا علاش البعض كيلتاج الوعد بالبيع وما كيديروش البيع النهائي. فهد الحالة كين الأسباب علاش البعض كيلتاجوا الوعد بالبيع. من بين الأسباب اللي كتخلي الناس كيمشيوا يديروا الوعد بالبيع وهو غياب الشروط ديال تحقيق البيع النهائي. كمثلا مثلا الشاري مثلا يكون عنده مثلا الفلوس إما ناقصة دونك غا يلجأ شي تمويل آخر باش يكمل الفلوس دونك باش يقول الموتيق أو ديدي اللي عاقت بالواعد بالبيع باش آآ تكون واحد المدة مثلا ديالشهرين أو مدة متفقة عليها بين الطرفين باش يمشي عند المتني يقلب على تمويل باش يكمل باش يمول الشراء ديال العقار ديالو. كان كذلك آآ بعض الأحيان كيكون عند البائع كذلك هو اللي كيطلب وعد بالبيع وربما يكون العقار ديالو فيه تقييدات فيه رهن فيه إجراءات إدارية. إذا كان كيتطر يدير وعد بالبيع باش يصفي هدوك الإجراءات الإدارية. باش يرجع العقار في الوضعية قانونية سليمة ويبيعوه. إذن هدو أسباب من أسباب ديال اللجوء إلى الوعد بالبيع مجتبعنا. بالنسبة للموضوع الآخر مجتبعي الوكال العقار يديسير وهو الموضوع ديال فسخ وعد بالبيع. يعني كيفاش يتم فسخ وعد بالبيع. فا آآ الموثق كمهني فهو دائما فاش كيجي يحرر العقد للبيع والشراء. العقد للبيع والشراء وخصصا هدو وعد بالبيع دائما يضع الاحتمال ديال فسخ العقد. رغم أن مثلا في البداية كيجي الشهري وكيجي البايع كيكونوا جايين مثلا في واحد يعني حالة نفسية آآ يعني مرتاحين كيتكون واحد الاراضة واحد نية كيقول لو دينا غالين بيع الشرية وانت غالت تبيع ورغم ذلك الموثق يضع الاحتمال ديال فسخ لان ربما توقع طارع ولا يوقع شي سبب الذي يحول دون اتمام او اتمام هاد وعد بالبيع. اذا متتبعين للكرم فالقضية دي الفسخ وعد بالبيع دائما كما قلنا الموثق فاش كي يحضر البائع والمشتري باش يحروا وعد بالبيع دائما وخاء ان الشهري جاي فرحان والبائع كذلك جاي فرحان باش يتمو باش يحروا وعد بالبيع. ولكن رغم ذلك الموثق بحكم التجربة ديالو بحكم المهنية ديالو دائما كي يضع الاحتمال ديال فسخ العقد. وكي يقول الطرفين كي يقول المودي خاس نديرو في حال كشرط في حال اه يعني احتمال فسخ العقد بين الطرفين. يعني بالنسبة التعويضات ديال فسخ العقد يعني واش غتكون هناك التعويضات يعني واش يكون تعويضات يعني والشاري غيعوض مثلا البائع او البائع يعوض الشاري. او يكون فسخ رضائي يعني مثلا اه تلقينا اخوت افترقوا اخوت يعني ما يكونش هناك اي تعويض. بالنسبة لهذا الفسخ الفسخ هو مهم بزاف في وعد بالبيع. فا اه يعني كين حالات حسب تجربة في هذا المجال ديال العقار وحسب كذلك استطلاع ديالنا وكذلك حسب تجربة ديالنا. فهناك مثلا كيوقعو هاد الحالات مثلا كين مثلا في حالة فسخ العقد مثلا كيجي مثلا باع اه باع واحد در وعد بالبيع مع المشتري. مثلا بخصص العقار كان شقة ولا دار ولا ارض بقعة ارضية. فا اه مثلا تفقو على مدة شهرين. هاد المدة ديال شهرين هي المدة ديال ساريان ديال هادك وعد بالبيع. اه البائع فقد الاتصال بالبائع بالمشتري يعني كيتصل به في الهاتف الهاتف مخدامش ما عارفش عياما يتصل به ملقش المشتري يعني المشتري كما نقولو اغبر ملقش يبان اه لأسبابين يعلموها المشتري. فهاد البائع من بعد شهرين اللي كينا في المدة ديال وعد البيع فاش ثلاث شهرين. مشا يبيع العقار ديالو. الشخص اخر. وهذا كيتسمى التهور. لان كين حالة ان كين واحد الحالات اللي رغم انقيضة هديك المدة ديال شهرين. ربما يبان اذك المشتري الاول. وربما يظهر سبب ديال الغياب ديالو كان اللي يضوره في قاهرة. فهذا الحالة. را عنده الحق. يلجأ للمحكمة. لان لان العقد الاول باقي. ما تمش الفسخ ديالو. واحد طريقة قانونية. لان البائع مش دار باع الوعد اخر بيدون ما يفسخ واحد فسخ قانوني. العقد الاول ديالوعد بالبائع. يعني في هاد الحالة هادك البائع غيولي امام حالة امام بائعين. يعني بحال باع لجوجه للناس. وهذا المشكل صراحة ما كيتمنى اي بائع في هاد الحالة. اذا خاص مثلا البائع في حالة مثلا مجلش المشتري في ظرف دير شهرين. مجلش المشتري خاصه يلجأ للمحكمة. ويدير طالب الفسخ باش يكون عنده الفسخ قانوني. عاد يقوم بعملية البيع للمشتري اخر. اذا المتبعي ومحبي قناة وكال العقلية فدائما نحن معكم في هذا الفيديو التواصلي. فبنسبة الفسخ العقد. بالنسبة للتعويضات ديال الفسخ العقد. تعويضات كي يحددها الطرفين. كي يحددها البائع والمشتري. سواء بغى يديروا يعني ما كانش تعويضات في حالة فسخ العقد يعني آآ فسخ رضائي كما كيتمه. او اناش مرات البائع كيفرض متلا في تعويضات آآ يقول متلا بان العقار ديره مطلوب وعليه الطلاب وانه في حال متلا الشاري مشراش عليه في هذه المدة دي الوعد بالبايع يعني كي يطالبوا بواحد التعويض عن ذلك في حالة فسخ يعني في حالة ما مشراش ذلك العقار. اذا متتبعينا هاد المعلومات راجد مهمة. نتمنوا انكم تبرتجيها مع الاصدقاء ديالكم. وتكون لتهم لتعم الفائدة متتبعي ومحبي آآ قناة وكرا عقاري تيسير. كين واحد نقطة مهمة كذلك. كين تصبيق. تصبيق بالنسبة للتصبيق في الوعد بالبيع. هو التصبيق ممكن تفع التصبيق في العملية ديال الوعد بالبايع. ولكن حاجة مهمة متتبعينا وهي ان الموتق خاصو يتأكد وهذا الشي اللي يقوم به الموتقين يتأكد من الاهلية القانونية ديال البايع. وتأكد كذلك ان العقار في واحدة الوضعية قانونية سالمة من اي تقييد او حجوزات او رهن او غير ذلك. فشي كنت تأكد الموتق من ذلك. كنصيحة لكم متتبعينا وكنصيحة للمشترين اللي يشريوا العقارات. نصيحة ان التصبيق يعني يتحط في المحاسبة ديال الموتق. يعني التصبيق في حال الوعد بالبيع يعني التصبيق تحطوه عند النوطر. النوطر كيحطوه في واحد يعني في المحاسبة كيتسمى المحاسبة ديال الموتق. يعني هذا كتصبيق يبقى عند الموتق. يعني تدوز المدة ديال الوعد بالبيع متى ان دست شهرين تم البيع. اذا تم البيع فحينها الفلوس ديال يعني غير يكمل الفلوس غد يكون الفلوس في مأمن عند الموتق. وكذلك في حالة مثلا فسخ العقل فالمشتري كيرجع فلوسه. لان في هذه الحالة وقعت حالات كثيرة وقع فيها مشاكل صراحة. مثلا فاش كيكون تصبيق كيتعطال البائع مباشرة. فحينها البائع يقولك تسنع لي ما عندش داب الفلوس تسنة تنبيع تسنة تنبيع. كتوقع مشاكل. يعني نصيحة مهمة وهي ان التصبيق يبقى عند محاسبة الموتق. يعني في ديال الموتق. اذا متتبعينا اه الكرام ومحبي قناة الوكال العقرية يصير. فكذلك واحد المعلمه المهمة وهي في اطار الاجراءات السليمة لاقتناء اي عقار. فمثلا انسان مش شاف واحد البقاء ارضية شاف شقة شاف ارض شاف منزل عجبوا ذلك المنزل عجبوا شافوا. فنقطة مهمة مهمة بزاف بزاف. وهي حداري انك تعطي التصبيق بدون حضور الموتق. تصبيق دائما كيت تعطى حضور الموتق. باش حينها الموتق اولا كيتطال على الوضعية الادارية والقانونية دي العقار. وعادت ما يكون التصبيق. يعني عمرت عدد التصبيق يعني بدون حضور الموتق. لان اه هذا امر مهم بزاف اطار الاجراءات السليمة لاقتناء عقار. اذا متتبعي ومحبي القناة الوكرة العقارية سير. نتمنوا ان هذا الموضوع اليوم اه افادكم. نتمنوا ان هذه المعلومات كانت مهمة بالنسبة لكم. نتمنوا انكم استفتوا. متتبعي ومحبي القناة الوكرة العقارية سير. غادي يكون جديد ان شاء الله فيديوهات اخرين ان شاء الله حول مواضيع اخرى ان شاء الله. فبارتاجيوا هاد الفيديو مع الاصليقة دي لكم باش دائما تعم الفائدة متتبعين ومحبي قناة الوكال العقلية تسير اه اذا الى اللقاء اخر ان شاء الله كانت منكم كل الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته